اشتركوا في القناة 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 هذه واحدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة البلدي اشتركوا في القناة 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 ويجب أن تكون فطور وصحور. ويجب أن تكون فطور ثم يكون صحور. بينهم يكون لوجبال خفيفة. في الصحور كذلك يجب أن نعتمد على نفس المبدأ. أنه يكون عندنا نتفادى ما يمكن. إذا كانت تمر في الفطور، لا يجب أن تكون في الصحور. وخصوصاً اللي كانت بكثرة، ستقدر تأدي الارتفاع في مستوى السكر ثم ارتفاع في مستوى الأنسولين اللي غادي أعطينا ذاك البيجليساميك ويحس الإنسان بواحد ججوع بواحد دخل إلى آخره خصوصاً وسنسترع لها إلى كانت بكثرة. فمن الأحسن تفداوه. دونك الصحور نحاولو ناخدو الواحد الأغذية اللي هي غا تمدنا بعناصر اللي هي الميكرو نوتخيمو اللي غا نحتاجوها طيلة النهار. وما غادي في نفس الوقت ما غا تسأديش بالجسم الواحد الإحساس بالجوع مفرد. هنا غادي نتكلم على سلو أو تقاوت أو صفوف كل منطقة كيفاش كتسميه. هذا صفوف هذا إلا كانت كذلك متحضر بواحد الصفة اللي هي صحية ره مفيد جداً. ولكن شنو المشكل؟ خاصنا أولاً ما نتعدوش منه واحد الكمية اللي هي ما نتعداش 30-40 جرام يعني على حسب الحسياجات سنكررها راه كل واحد والحسياجات دياله. إذن إلا خدينا واحد الكمية كبيرة راه غادي نطحه في مشاكل. إذن نبقوا دائماً في القليل راه تينفع. إلا فتنا الحسياج ديالنا راه ما تسبقاش منفع. إذن هذا الصفوف هذا يكون محضر بالفواكه الجافة لوز زنجلان هذه المواد باش كان حضروها بشرط ما تكونش مقلية وما يتضف لهاش السكر يتضف لها قليل من ربما عصر الحر القليل أو تمر يعني أو زبيب أو القليل جداً ثم تكون في هذا المصدر ديالنا شويات يكون حتى هو كامل يعني ما نحيدوش النخالة دياله. ففي حالة ما إلا ما كانش هذا المصدر هذا ناخدو حبوب أو فواكه اللي هي جافة ونقدرون نزيدوا واحد الليتاج أو واحد المصدر اللي هو غداء اللي هو محضر من الحليب أو المشتقد دياله. وإحنا معروفين يعني تنحضروا هاد مسائل هادي في الصحور ديالنا إذن كالريب كالجبن كذلك يعني بين قوسان ما يكونش في واحد المواد داسمة اللي هي عالية ثم يقدر يكون واحد الفاكهة نظراً لأنه خصوصاً الموز فهو تحتوي على النسبة عالية من البوتاسيوم فنقدرون ناخدوا واحد قليل من يعني أو فاكهة أو نصف يعني قليل واحد مئتين جرام ما فيها بس ولكن ما ناخدوش على شكل عسير وما ناخدوش واحد الكيمية كبيرة نقدروا كذلك ناخدوا واحد المصدر للنشويات أو للسكريات البطيئة بشرط تكون حبوب كاملة ونقدروا نزيدوا معها مثلاً خبيز نديروا فيه مع القادية الزيت البلدية شوية جبن واحد البيضاء اللي هي مصدر بروتين حيواني تهواء مهم وهنا نكونوا حصلنا على واحد الوجبة اللي هي كاملة الشرط الوحيد أنه تكون توافق لا تفوتش الاحتياجات لأن ولو تكون صحية وفاتت الاحتياجات فهنا ما غادش يكون استفادة وغاد يديرنا مشاكل الشيء اللي يخصني ضروري نتكلم عليه هو الناس اللي تستهلك بكثرة الشاي والقهوة فالناس المدمينين أو اللي يتعدوا واحد زوج دي الأكواب من هاد الشاي والقهوة راههم طوما متعرضين على أنهم يعانيوا من الدخال اليوم كامل ومتعرضين كذلك لإنه هاد الشاي والقهوة تيحاولوا تيخرجوا السوائل من الجسم بكثرة وحنا تتكلمنا على ضرورة الاحتفاظ على الشرب الماء والاحتفاظ على السوائل داخل الجسم إذن تنتمنى أنه نكون ذكرت جميع النصائح اللي ممكن أنه الإنسان يتبقى خصوصاً في فترات الإفتار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر